بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له كل مجد الأبد آمين الآن نكون قد وصلنا إلى العدد التسعة وما بعده من الإصحاح 12 من رسالة الرسول بولوس إلى أهل روميا المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة لماذا كانت المحبة هي جوهر الحياة المسيحية ولماذا كانت المحبة هي طريقنا للاتحاد بالمسيح الإجابة سهلة جدا لأن الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه وعلشان كده نقطة البداية لأن أنا أتحد بالمسيح لأن أنا أبتدي حياة مع المسيح هي أن أنا أقبل محبة الله وبعد ما أقبل محبة الله أثبت فيها كيف أقبل محبة الله؟ بالإيمان أن أنا أصدق محبة الله فبستقبلها فالإيمان الذي لا يقول إلى استلام محبة الله يعني قبول الإبن دلوقتي إنجلي القديس يحنى بيقول لنا أن المؤمنين هم الذين قابلوه قابلوه التشبيه دلوقتي القبول زي اتنين بيتجوزوا أول سؤال بيسأله اللي بيعمل عقد الزواج للشخصين الاتنين هل أنت قبلت إنك ترتبط بهذا الآخر؟ هل قبلت؟ كلمة قبلت ترتبط بيه؟ طبعا هو ممكن يعبل يرتبط بيه بناء على صفقة بدية وبالتالي هذا الزواج بيفشل ولكن المعنى الحقيقي لأن قبلته ليه قبلته؟ قبلته لأني أحببته فما فيش حاجة اسمها قبول من غير أن أحبه فدلوقتي أنا ما عنديش حب عشان أحب بيه ولكن الله أرسل محبته إزاي الله أرسل محبته؟ لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا طب وأنا لسه ما تعمدتش وما خدتش الروح القدس جالي منين الروح القدس المعطى لنا؟ جالي من الكلمة لأن الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة فكلمة الله الخرجة من فم الله هي بروح الله فأنا لما بقبل الكلمة بقبل الخضوع ليها بسدها يعني إيه؟ يعني يعني بقبل إن أضع نفسي تحت طاعة هذه الكلمة وتحت طاعة سلطان هذه الكلمة أول ما بوصل لنقطة إن اقتنعت وقررت إن أضع نفسي تحت طاعة هذه الكلمة كلمة الله هذه وتحت سلطانة اللحظة دي هي اللحظة اللي فيها الروح القدس بيسكب محبة الله في قلوبنا المحبة اللي أقدر أبادل بيها الحب اللي هو المسيح ومن ثم بقى هو عنده الحب هو أرسل الحب هو سكى بالحب حركة الإيمان دلوقتي نضجت إلى نقطة إن أخضع لهذه المحبة في اللحظة دي يحصل إيه بقى؟ يسكب محبة الله في قلوبنا بقى عندي المحبة بتاعته دخلت جوايا حتى أستطيع أن أحبه بها فبقى تلاقى بقى الحب بتاعه اللي جاي منه مع الحب بتاعه اللي بقى بتاعي اللي بقى بتاعي بالإيمان والخضوع والقبول والتصديق ومن ثم لما يتلاقى الحب اللي منه على الحب اللي منه واللي بقى فيه يحصل نقطة بداية الاتحاد بالحياة مين هو الحياة؟ مين قال أنا الحياة؟ المسيح عشان كده يقول لنا إيه بقى وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة أبدية هي في ابنه وعليه قبل ما كمل الكلام نحن نضيع وقتنا ونضيع مجهودنا إن عمالين نقول للناس توب واحفظ الوصية وهو في الحقيقة لم يقبل محبة الله ليست له محبة الله ثابتة فيه يبقى نقطة البداية عشان أكمل الحديث هي إنك تسأل نفسك وتراجع نفسك هل أنت قبلت هذه المحبة والمحبة دي دخلت جواك ودخلت في عهد إنك تحب المسيح زي ما هو أحبك أم لا إذا كان ده ما عصالش يبقى أنت ملكش حياة أبدية مهما كان عندك إيمان أو ما عندكش أن الحياة الأبدية هي المسيح والمسيح كده لم يدخل إليك طب أعمل إيه؟ ابتدي من الأول ابتدي من الأول طيب خلاص لا أنا بحب المسيح أنا بحب المسيح من كل قلبي وأنا ما استغناش عنه وياريت عصر الاستشهاد ييجي عشان أقف أقول أنا مسيحي وموت عشان المسيح لا لا استشهاد ولا حاجة مسألة بسيطة قوي الرب يسوع المسيح حط القاعدة بتحبني؟ أعمل اللي قلتلك عليه اللي قلتلك عليه إيه؟ أعمل وصايي ووسيطك إيه؟ أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا يبقى يا أخوتي لا أنا أحب بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق اللي هو تنفيذ الوصيل ده هو وحش ما يستهلش ما يستحقش أن نسامحه ده هو عايز عقوبة هو وحش بس أنا بحبه علشان المسيح بحبه من أجل الذي أحبني المسألة ليست هو يستحقه لما يستحقش أنا مش بقدم له المحبة لأنه هو يستحقها لأنه لو هو يستحقها ما تبقاش محبة المسيح ده تبقى دين علي يعني واحد خدمني وكرمني وعمال لي وأنا عايز أقدم له المحبة لأنه خدمني طيب ما دي مش محبة ده ده دين واجب عليك أنك تكرم الراجل لكرمك لكن محبة المسيح هي إيه بقى ونحن بعد خطاة ماتى المسيح لأجلنا يعني وإحنا ما نستهلش حد يبص في وشنا أحبنا يعني محبة المسيح محبة مجانية أعطيت للإنسان وهو لا يستحقها دي محبة المسيح أنا عايز أحب الناس أحب أخوه أحبه كما أحب المسيح كما أحب المسيح يبقى هو ما يستحقش وما يستهلش إن أحبه وبحبه ليه؟ لأ دي محب المسيح إن أنا استلمت المحبة دي نقطة البداية اللي الرب قال بصريح العبارة كلام محدد أثبتوا في محبتي إن ثبتتم في محبتي تطلبون ما تريدون فيكون لكم وتكونون مثل الغصن الذي يأتي بالثمر طب وإن ما ثبتتش في محبته يعني أنا أمنت وقبلت المحبة ودفعت للكليسة أرشين كويسين وبعدين ما ثبتتش في المحبة يحصل إيه؟ طبعا بالنسبة لنا إحنا إحنا ما نستغناش عنك إنت طبعا خدم في كليسة وبتدفع أرشين ما نستغناش عنك لكن الحزبة بالنسبة لشجلة الحياة مش كده اللي ما يثبتش في المحبة إيه؟ يجف مثل الغصن الذي يجف فلما يجف ينزع ويطرح خارجا تبقى أنت قاعد في الكنيسة ومحفظتك مليانة وبتحط عشور أو تبقى خادم أو أسيس أو كبير أو صوير وقف تخدم وطوعز وتبقى على خريطة السماويات أنت تنزعت من بادري وترميت برة من بادري ليه كده بترموني برة ليه؟ محدش رماك ده أنت الغصن اللي ما بيثبتش يجف فينزع ويطرح خارجا يعني إيه بقى السبوت في محبته؟ السبوت في محبته يعني ما هو لسا قيلها؟ السبوت في محبته يعني أعيش في محبته هو مش محبة الناس مش الناس بتقول مش رأي الناس إيه؟ مش رأي حكمة جنابك إيه؟ محبته هو هو بيقول إيه؟ هو أحب كيفة؟ اللي حبك بيه ده هو هو اللي عايزك تحب أخوك بيه ده كتير قوي ما انت خدت كتير ما قد المحبة دي مش جايبها من بيتكم مش ورسها مش اشتغلت واشقيت واشتريتها ده المحبة دي هي عطيته انت ما كنتش تستحقها؟ وهو ده هالك وبيقولك زي ما ده هالك اديها لأخوك اللي أنا ده هالك شوف أنا دهتك إيه؟ هو ده اللي هتدي لأخوك فيه ناس يا جماعة أرجوكوا النهاردة تصغوا إلي بعناية كاملة فيه ناس اكتفت بإنها بقت مؤمنين وموحدين بالله وبقوا خدام في الكريسة وكده ماضوا عقد النوم رايحين على السماء طوالي وأنا هقولك بمنطقة البساطة دلوقتي عندنا مضخة مية بتروي الزرع في المزرعة المضخة لو جي عليها يوم بقت لا تعطي ماء ما بيخرجش من فم المضخة ماء يبقى ده معناء ايه؟ يبقى ده معناء ان المضخة ما بتسحبش مية ان نبع المية اتقطع عنها هنا الخداع يا جماعة انه طالما ان انت ما بيخرجش منك حب يعني محبة الله اتقطعت منك يعني انت مش متوصل على محبة الله لان لو كنت متوصل على محبة الله لو كانت المضخة بتمص مية من جوف الارض ما تقدرش ما تخرجوش ما تقدرش لازم يخرج منها وعدم خروج المية من مضخة الماء معناه ان المية اتقطعت عنها عشان كده عايز اقولك بصريح العبارة انه اذا توقفت المحبة عن الخروج منك لخوك الوحش اللي ما يستهلش المحبة اللي اديته كتير وما تمرش فيه اذا استوقفت عن اعطاء المحبة يبقى انت توقفت عن استلام المحبة يبقى انت توقفت عن استلام الحياة الابدية يبقى انت ليست لك حياة ابدية ثابتة فيك ده ده رأيي ولا ده كلام الانجيل كل من يبغض اخاه ده ما عملش جريمة كبيرة ولا حاجة ده حسب رأيه ما هو يبغض اخاه يعني اطع المحب فهو قاتل نفس قاتل نفس مين قاتل اخوه اللي بيبغضه لا عارفين قاتل نفس مين نفسه وكل قاتل نفس ليست له حياة ابدية ثابتة فيه ازاي اتى لنفسه انه عطل الحياة الابدية عن انها تجري فيه كيان الذين يستهينون بوصية المحبة والغفران ينبغي ان يقرأوا الانجيل مرة اخرى ويعرفوا ان من يبغض اخاه يقتل نفسه لانه لا يكون له حياة ابدية ثابتة فيه اللي فاهم ان الحياة الابدية الورث بتاع العزبة اللي سبها له جدوده وهو احتواها وخلاص اول ما قال انا مؤمن يعيد الفاهم الوقتي ويعرف ان الحياة الابدية هي ينبوع الحياة الخارج من المسيح البرهان ان الينبوع واصل لغاية عندك انه خارج منك الاكثر والاشر من هذا ان ييجي واحد من الاخوة يقول لي ايه يقول لي انا مش قادرة تسامحه مش قادرة تسامحه يعني انت بتتأكد ان مش قادرة تسامحه ده عارف يعني ايه مش قادرة تسامحه مش قادرة تسامحه مش قادرة تسامحه يعني قفلت على روحك او ييجي واحد يقول لي صليلي عشان اسامحه انا اصليلك عشان تسامحه انا مقدرش اصليلك طول ما انت مش مسامحه لا املك الحق ان اصليلك ده انا هقولك سامح واغفر عشان اعرف اصليلك انا مش قادرة توب انت مش قادر تتوب بتقولها كده ببساطة مش قادر تتوب يعني الشرير حط بقه جوه راسك حط راسك جوه بقه وبتقول لي مش قادر تتوب وقاعد وقاعد ساكت لما توصل لمرحلة انك مش قادر تسامحه مش قادر تتوب تقف تسرخ على باب الكنيزة وتقول انقذوني الحقوني الهلاك وصل لغاية عندي مش تقولها كده ببساطة وكبرياء وغطرصة انا مش قادر تسامحه اصل هو ما يستهلش المسامحة لما توصل لنقطة ان الشرير نجح انه يستولي عليك باي خداع من الافكار وتقول وتحس انك مش قادر تسامحه او مش قادر تتوب يبقى تصرخ بكل كيانك طالبا للنجدة ما تحطش راسك على المخدة وتنام الليل وانت وصلت النقطة مش قادر اتوب يعني نايم في حضن ابليس وجرى ايه يعني ما هو ناس كتير نايمة في حضن ابليس وما بيجرلهاش حاج اهو قدامك ووراك واقول لك وانا نفسي بعمل الكتير ومخب عليك وانا متأكد انك مش دريان باللي انا بعمله وبصل وبعبد وزي الفل اهو انا عايز بقى فكلكو اللغز ده ابليس شرير مكار وهو يتسلل الى داخل نفسك ليس معنى انه هو تسلل انه تمكن منك بعد ولكن كل مرة تقبل ما شئته خلينا في مثال البغضة وعدم الغفرات كل مرة تقبل ما شئته يتمكن منك عارفين المرض الجلدي اللي يبتدي بقعة صغيرة وكل ما تهرش فيه يتغلغل في جلدك ويتوسع كل هرشة بتغلغل كل طاعة لما شئته بيتغلغل وسيبك تصلي وتروح الكنيسة وتعمل كل انت عايز عارفين ليه لانه ما وصلش للمرحلة اللي يقبض عليك بحيث انك لو حبيت تتوب النهاردة هو بيتغلغل لو حبيت تتوب النهاردة تطرده عارف هيبان عليك امتى ابليس عارف هتبان سماره عليك امتى اول ما يتمكن منك ساعات يتمكن منك بقى بالكامل دي بتاخد سنين ايوا بس اول ما يوصل لانه تمكن منك كل المرات اللي فاتت كنت بتطوع وما بيجراش حاك وربنا بينجيها برضو اول ما يوصل لانه تمكن منك يبتدي بقى يبان عليك انه هو متسلطن عليك الحقوني محدش يقدر الحقك الراجل اللي كان بيغني اللي كان مشهور قوي انا مش عايز اقول اسم حد يعني عشان ما يصاحش اجيب سيرة الناس بس انا شفت فيديو بشهادة الدكتور بتاعه ومانيش دعوة بالحق والغلط فينا انا حكي لكم اللي شفته الدكتور بتاعه بيقول ان اسمه ايه دا هو اللي عمل مش ملايين بلايين وطبعا كان كل الناس بتتهافت عليه ماشي هذا الشخص لما تمكن منه الشرير بدأ يظهر عليه يظهر ازاي مش قادر يشوف النوم انا هحكي لكم اللي شفته في الفيديو كما هو بغض النظر عن دقة اللي قاله من عدمه طب مش قادر يشوف النوم ليه من فرط الكوابيس والمناظر والاحلام اللي بيشوفها ولان الرجل كان قد صار بليونيرا وليس مليونيرا فقد عين طبيب مشهور اخصائي قلب واحد من الاسادزة المشهورين في الحتة عندهم هو كان عايش في كاليفوريا عينه للعناية به فقط و وكان يدفع له في الليلة اللي ينامها يعني الليلة اللي ينجح جناب الطبيب الماهر انه ينيمه بالمخدرات اللي زي البنج وما اليه يدينه في الليلة مليون دولار كل ليلة ينامها ومن ثم فهذا الطبيب بيروي انا بس حايزك تعرف انه لما حيتمكن منك حيبقى الموقف شكله ايه عشان انا لما بحكيلكو انه في ناس من اللي عتر عاهم طول السنين لما تمكن من نعم وبقى يقولولي حتسيبنا روح جهنم مش بكيفي انا نصحت كتير وصلت كتير وكل مرة كنت بصلي كانت بتبقى ليك كنت بتنقذ لكن لما بترجع تاني كانت بتبقى عليك لانك بتدوس على عطية ابن الله اسحى كويس لمعنى انك ترجع تاني لمعنى انك بعد من رب ينجيك ترجع بالخيانة للمحبة لانك بتبقى مدان الكتاب قال كذا ام تستهين بغنى لطفه وامهانه وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما ليقتدك الى التوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب يعني اللي بيرجع تاني تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادة يبقى انت قدام القدوس اللي خنته مدان وقدام ابليس بقيت الفريسة الجاهزة للالتهام نكمل قصة الراجل اللي كان بيغني وعمل الملايين وكان مشهور ونقول انه جيف ليلة من الليالي دي شهدت الدكتور لان اصلا هم فيه تقارير اخرى غير كده بتقول انه هم اللي موتوه جيف ليلة من الليالي ودهله جرعة البنج او المخدر هو نوع من انواع البنج يعني اللي بيدهله كل ليلة ولكن الجرعة لم تنجح في ان تخليه ينام الكوابس والمناظر والاحلام والافكار اللي يمشي وراها طول السنين بقيت وحوش طلعان ومش عارف ينام فقاعد يصرخ وينادي عالدكتور اللي بيشتغل عنده تعاله الديني جرعة تاني قال له بس كده كتير راح مدينه جرعة تاني ما بينامش قاعد يصرخ الديني جرعة تالت راح مدينه جرعة تالت وفي الآخر مات اللي بيطيع ابليس ان عارضة انت مش حاسس لانه لسه ما وصلكش لنقطة انه ياخدك بس اعرف كويس جدا ان كل مرة بتدوس على المحبة تحت اي مبررات تحت اي شعارات تحت اي نظريات انت تأخذ من سلطان ابليس وانت تسلم لسلطان ابليس بارادتك العكس صحيح ان التاني اللي عمل يبزل المحبة كل ما يعمل محبة كل ما يتحد بالمسيح كل ما النور يزيد جواه يحتمل الصليب بمحبة تاني يتحد بالمسيح يشتموه يهنوه يقولو عليه ويعيروه وهو يسامح ويثبت في الحق يتحد بالمسيح يبزل وتسلب اجرته وحقه وهو يغفر ويسامح يتحد بالمسيح كل مرة وكل موقف بيحقق فيه المحبة بيثبت بيتحد لغاية يفضل برضو بيثبت وبيتحد وابليس برضو بيحاول يتحده لغاية زي نفس النظرية ما ييجي اليوم اللي فيه يثبت ثبوتا كاملا فيستعلن المسيح فيه ويستعلن مجد ابن الله فيه شوف بقى الفرق بين السرطين وهم الاتنين كانوا مؤمنين وموحدين بالله وعضرين الكريسة للونهار الفرق بين السرطين ان دا قاعد يفوت 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 للشرير وده قاعد يطيع 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 المحبة يطيع ابن الله دا استعلم فيه الشرير وده نوريتك الصورة شكلها ايه وده استعلم فيه ابن الله وهي الصورة قدامك شكلها ايه عشان كده يا حباي تحت اي قياس اي اسباب اللي حيدوس على المحبة في اي موقف هو بيدوس على ابن الله اللي حيثبت في المحبة حيثبت في الله والله فيه اخر حاجة عايز اقولها انا كل مرة بصللكم عايزك تعرف ان الصلاة بتاعي مش هي الحل الصلاة بتاعي هي مجرد زقة عشان قديلك دفعة لكن الحل هو انت انك تثبت بدل ما الصلاة بتاعتي تبقى دينونها عليك تثبت الحل ان انت تثبت بكل ارادتك في المحبة لان من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه خلونا ناخد فرصة صلاة للتوبة بقى يا حباي الحقيقة لفحص النفس والتجديد العهد واوعى ترجع تاني وتبيع نفسك للشرير بالرخيص وبالبخص وباللي ما يسواج نصال